الشرق دائماً هو عودنا يتجول في كل مكان في السودان مختلف طراء السودان من مكان وزمان والطبيعة ذاتها عندها سحر خاصي الدن والعادات والتقالية اللي ارتبطت بالإنسان السودان عموماً نأخذ يانب آخر من قبيلة الدلنج العراقة عراقة الإنسان السوداني في أبهى صورة عبر إشراق الصروق الصباحي نتابع الدلن اسم لمدينة كبيرة في جنوب كردوفان تسكنها أعراق مختلفة قدمت إليها من معظم مناطق السودان شأنها في ذلك شأن غالب المدن الكبيرة التي امتزجت فيها الإثنيات والثقافات المتروعة نتيجة للمصاهرة بين عدد من المكونات الاجتماعية الدلن الاسم الذي اشتهرت به المدينة وعرفت به بين الأمصار في حقيقة الأمر أخذت اسمها من قبيلة الدلن أولى القبائل التي سكنت في هذه المنطقة عقب هجرتها إليها من شمال السودان في حقب تاريخية موغلة في القدم وهي تنتمي أصلاً إلى العناصر اللوبية في الولاية الشمالية تتميز القبيلة بتراث شعبي المتفرد الذي توارسته أباً عن جد واشتهرت به من بين القبائل التي تعيش في هذه المنطقة وهذا التراث الشعبي لقبيلة الدلن أشبه بالألعاب الشعبية التي تمارسها القبائل النوبية في شمال السودان الأمر الذي يؤكد انتماهم إلى الشمال اشتهرت القبيلة بسماحة وكرم الضيافة والقبول بالآخر والني بنفسها عن الصراعات هذه الصفات إحدى العوامل التي أكسب حب الآخرين وكانت إحدى الأسباب التي دفعت عدداً من القبائل إلى التوافض إلى المنطقة واتخاذها مكاناً للعيش تمارس القبيلة فنوناً وألواناً من الرقص الشعبي وعلى الحان الحكامات تصاغ قلمات تمجد تراث القبيلة وتدعو إلى الحب والاحترام والتعايش السلمي بين القبائل كما تدعو إلى الشجاعة والكرم والترحيب بكل قادم إليها وضرب الطبول وعلى أنغامها يتدفق الحماس وهو فن له معاني في حياة الدلين كرسان القبيلة الذين شبوا على تراث القبيلة لا يتركون مناسبة اجتماعية دون إظهار أنواع القوة والفتوى باستخدام الأسلحة التقليدية إضافة إلى ممارسة ألوان من المبارزة والبصارعة مع بعضهم البعض لاختبار القوة استعداداً لصد أي هجوم والدفاع عن القبيلة والحفاظ على مجادها التاريخية فناجين القهوة هنا ليست لشرب القهوة فقط ولكن تخذت أيضاً وسيلة لإصدار أصوات موسيقية تتماشى مع ألحان الأغاني الشعبية وهي طقوس خاصة لا توجد إلا عند هذه القبيلة وتمارس مثل هذه الأعباء في كل المناسبات الاجتماعية وفي مواسم الحصات تفرد أيام بلياليها لممارسة الألعاب الشعبية التي تعرف باسم عياد السبر والتي يأتي إليها أفراد القبيلة منتشرين في أسقاع ومدن السودان المختلفة للتمتع بالألعاب الشعبية وممارسة الهوايات المفضلة وغالباً ما تتزامن مع أعياد الأطحى المبارك وتبقى الفنون الشعبية من رقص وغناء وغيرها من البورثات الشعبية الأصيلة بالرغم من زحف الحداثة ولحث الناس خلقها ترجمة نانسي قنقر